اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي وجهها جلالته بمناسبة احتفالات البلاد بعيادها الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي حظرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وبما تضمنته كلمة جلالة الملك المفدى في هذه المناسبة من معاني سامية ودلالات تعكس التقدير الملكي السامي لعطاء ابناء هذا الوطن في المجالات كافة وتعزز دوما من اواصر المجتمع البحريني وتسهم في تحقيق نهضة البلاد الحضارية في كافة نواحيها بعدها وجه مجلس الوزراء الشكرى والتقدير لكافة المواطنين والأشقاء والدول الصديقة والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لما أبدوه من كافة أشكال التعبير للإعراب عن المشاعر الوطنية والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة في تعبير صادق لمحبتهم للبحرين ملكا وشعبا بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بنتائج الزيارة التي قام بها بدعوة من جلالة العاهل المفدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية دولة السيد عمران خان شريف مؤكدا المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها مع جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وبما تم توقيعه خلال الزيارة من مذكرات تفاهم من شأنها تعزيز مسار العلاقات الثنائية الوطيدة والشراكة المتينة بينهما بما يعكس تطلعات البلدين والشعبين الشغيقين ثم رحب مجلس الوزراء بنتائج قمة مجلس التعاون في دورتها الأربعين التي رأس حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وفد مملكة البحرين إليها وعقدت في الرياض مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وبما تضمنه بيانها الختمي واعلان الرياض الصادر عنها من تأكيد على أهمية تماسك ووحدة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما جاء فيه من مواقف تجاه هم القضايا الإقليمية والدولية وما أكد عليه من أهمية الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تحديات تواجهها دول المجلس بما يضمن سلامة أراضيها ومياهها الإقليمية بعد ذلك اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية في ضوء المذكرات المدرجة على جدول أعماله أولا وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس المدلس الوزراء إلى وضع آلية للتنسيق بين الأطراف الحكومية ذات العلاقة في حال وجود الشكوى عمالية غير قابلة للتسوية وكلف سمو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل التنسيق في هذا الخصوص ورفع تقارير دورية لقياس أداء هذه الآلية وفعاليتها وذلك لتفادي تعدد جهات حل المنازعات خارج النظام القضائي التي قد يلجأ إليها العامل أو صاحب العمل مع التأكيد على أهمية المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل من جانب آخر فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتنظيم جهاز فض منازعات العمل الفردية الذي يهدف إلى إجراء التسوية الودية للنزاع الفردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء للقضايا بغية تقليل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء ويلحق الجهاز المذكور بإدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويحدد مشروع القرار تنظيم هذا الجهاز وسير العمل فيه واشتراطات المضي في إجراءات التسوية ثانيا وصل مجلس الوزراء بحث مشروع قانون الإعلام والصحافة واستعرض المجلس انسجامه واتساقه مع التزامات مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية واطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بهذا الخصوص والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة وقرر المجلس في ضوء ذلك مواصلة بحث مشروع القانون في جلسة مقبلة للاطلاع على مرئيات اللجنة التنسيقية بشأنه ثالثا وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى مشروع رأس المال البشري التابع لمجموعة البنك الدولي والذي اطلقه البنك المذكور في عام الفين وسبعة عشر وتصدرت مملكة البحرين بلدان المنطقة في اول اصدار لمؤشر رأس المال البشري الذي اطلقه البنك الدولي سنة الفين وثمانية عشر حيث حلت في المرتبة السابعة والاربعين ضمن المؤشر الذي غطى مائة وسبعة وخمسين دولة ويسهم مشروع رأس المال البشري في تطوير المعرفة والمهارات والصحة لدى الافراد ومساعدتهم ليكونوا افرادا منتجين في المستقبل بالاضافة الى المحافظة على النمو الاقتصادي للدول وتحديد اولويات الاستثمار وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة رابعا اطلع مجلس الوزراء على ابرز الانجازات التي حققها برنامج خطوة للمشاريع المنزلية من خلال المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث نجح برنامج خطوة في تحول 43 اسرة من الاسر المنتجة الى رواد اعمال ومشاريع استثمارية وارتفعت اعداد الحاصلين على رخص الاسر المنتجة ليصل الى 683 اسرة بالمختلف الفئات العمرية والثقافية فيما وصل اجمالي مبيعات الاسر المنتجة الى حوالي 396 الف دينار بحريني في 2019 مقارنة ب134 الف دينار بحريني في 2011 الى جانب اتساع مراكز البيع ومنافذ التسويق ليشمل الاسواق الكبرى في مملكة البحرين واستقطاب العديد من الجهات المنظمة للمعارض على المستويات المحلية والخارجية للاسر المنتجة ووجه المجلس للاستمرار في دعم وتطوير المشروع خامسا احال مجلس الوزراء الى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار بشأن تعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باضافة مواد جديدة الى المجموعتين الثانية والثالثة منها وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزيرة الصحة وفي بند التقارير الوزارية طلع المجلس على تقرير مرفوع من سعادة وزير التربية والتعليم بشأن نتائج المؤتمر العام الاربعين لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الذي عقد في باريس مؤخرا وتقرير من سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن نتائج اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي عقد بالمملكة العربية السعودية وتقرير من سعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة بشأن نتائج منتج شباب العالم في نسخته الثالثة الذي عقد بجمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر